اشتركوا في القناة مهمة هذا رأي لأن المشاكل البلاد فوق بعض الأرقام التي من هنا أو هناك يتمسك البعض منها تسفي إما تسفي على 18 أو تسفي على غير 18 نعم لبنان أمام انتحان المرحلة الرابعة من يعادل فتح البلد والمطاعم تسعد فتح لحيكون ده الساعة صباح فاللبناني ما عنا السورة احنا عنا اللبناني الموجود المقيم هون اللي هو ما باع عنده مصاري ما باع عنده احتياط القيم يتبعه الشرائي الدنيت جدا جدا والقطاع الخاص ينضم لجهود استراد اللقاحة العقد توقع من مدة ثلاث أسابيع توفقنا مع الوزارة على التفاصيل وأول عقد معينه لمليون جرعة خمسمائة فلسطيني واجهون نكبة جديدة في حي شيخ جراح المقدسي وزير الخارجية السوري في عمان وحدثات ألسكا تنتهي إلى خلافات أمريكية صينية وفي النشر عيد الأم غدا وكل يوم هذه العنوين وسواها في النشر بعض قليل موسيقى موسيقى مساء الخير الإيد على القلب انتظارا لنبض الاجتماع المرتقب يوم الاثنين بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري هل يعقد فعلا اللقاء الثامنة عشر في موعده هل يؤجل هل ينجح هل يفشل أسئلة مشروع ترحها اعتمادا على تجارب سابقة وإذا كانت كل الأمال معقودة على تصاعد دخان أبيض من الاجتماع المرتقب فإنما يسترع الانتباه أن أي اتصالات على المصاري الحكومي لم ترصد لليوم ولا أمس في العلن رغم عودة الحرارة إلى الخطوط التواصل بين قصر بعبدة وبيت الوسط وعلى دفاف هذه الخطوط برزت الزيارة المفاجئة التي قام بها الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط إلى القصر الجمهوري أكد بعدها تأييده لتسوية حول ثمانية عشر وزيرا أو غير ذلك ووضع علية للخروج من التشنج مشددا على أن الأرقام التي يتمسك بها البعض لم تعد مهمة لأن مشاكل البلاد فوقها وأشار جنبلاط إلى أنه يعول على ما تبقى من المبادرة الفرنسية لافتا إلى أنه لم يعد أحد من السفراء مهتما بلبنان أما المواقف السياسية على المصاري الحكومي فأبرزها للطيار الوطني الحر الذي أعلن أنه ينظر بارتياح لاستئناف الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وشدد على أن عليهما كل من موقعه في الدستور أن يتعاون ويتفاهما لتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي ماليا يبدو الدولار المتأرجح بين صعود وهبوط مقابل الليرة معلقا في هذه المرحلة على اللقاء المرتقب في قصر بعبدة من جهة ومن جهة أخرى على فعالية المنصة الإلكترونية التي سيطلقها مصرف لبنان وتكون بمثابة مرجع أساس للسعر الحقيقي للسوق أما صحيا فإن لبنان أمام امتحان بدء المرحلة الرابعة والأخيرة من إعادة فتح البلد يوم الاثنين المقبل رغم السمرار توسع انتشار وباء كورونا وهنا ينعقد الرهان على اللقاحات التي دخل الكطاع الخاص على خط استيرادها وأول الغيث وصول الدفع الأولى من سبوتنيك 5 الروسية إلى بيروت على أن تشهد أشهر نيسان وإيار وحزيران تدفقا للقاحات الأمريكية والبريطانية والصينية في زيارة المفاجئة استقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لنحو ساعة من الوقت حيث وجار عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية لسيما للاتصالات الجارية من أجل تشكيل الحكومة العتيدة إضافة إلى تمتين العلاقات بين أبناء الجبل وأكد جنبلاط بعد اللقاء أهمية العودة إلى منطق التسوي على الصعيد الداخلي مشيرا في الوقت عينه إلى أن الأرقام لم تعد مهمة لأن مشاكل البلاد فوق بعض الأرقام التي يتمسك البعض بها وشدد على وجوب ترك الأمور الكبرى الآن والعودة إلى الوضع الداخلي ما من أحد ليلغي الآخر أيا كانت الظروف التسوي أما وقد وصلنا إلى هذه الحالة من الجمود المطلق وسط انهيار اقتصادي الجوع يدق الأبواب كل الناس والمرض الكورونا يستفحل في كل مكان أعتقد أن التسوي ضرورية وهذا الكلام ليس موجه إلى أحد هذا رأي هذا رأي ولست مكلف من أحد ولست مكلف من أكي أكون دقيق فقط يعني هذه فرصة دعوة الرئيس هوند كانت فرصة لي لأوجه هذا النداء اليوم كيف تكون التسوية الأرقام لم تعود برأيه الأرقام لم تعود مهمة هذا رأي هذا رأي لأن المشاكل البلاد فوق بعض الأرقام التي من هنا أو هناك يتمسك البعض منها وعندما وقد رأيتموني يعني أقابل السفراء ما من أحد من السفراء مهتم في لبنان مهتمين طبعا في لبنان بس ما من أحد ينتظر من شيء من أي دولة فقط ننتظر ما تبقى من مبادرة فرنسية نعلق على ما تبقى من مبادرة فرنسية تسوي على 18 أو تسوي على غير 18 نعم هل تنصح باللقاء بين الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل لتفعيل أو قيام هذه التسويق هذه كانت كانت نصيحة الموفد الفرنسي كيف تبدو الأجواء الحكومية قبل ثلاثة أيام من اللقاء الثامن عشر بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري صحيح أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أعاد الحرارة إلى خطوط التواصل على خط التأليف الحكومي لكن الصحيح أيضا أن أي اتصالات ظاهرة على هذا الخط لم ترصد منذ يوم الخميس الماضي لكن المهم أن الرئيسين اتفقوا على اجتماع آخر يعقد يوم الاثنين المقبل واصطمن خاتم مفتوحة على احتمالات النجاح والفشل فهل يحقق الاجتماع الثامن عشر خرقا على صعيد التأليف مستفيدا من الهدنة السياسية القائمة بين قصر بعبدة وبيت الوسط أم أن الأمور تعود إلى دائرات المروحة بانتظار اتضاح المسار كررت مصادر الرئيس الحريري تمسك الأخير بترحاطه لجهة تأليف حكومة من ثمانية عشر وزيرا يكون عضاؤها من الاختصاصيين غير الحزبيين لكنها أشارت إلى أن ذلك لا يحل دون إعادة النظر بالحقيبة أو تلك أو بهذا الاسم أو ذاك من جهتها رفضت مصادر قريبة من بعبدة الأجواء التي تحدثت عن أمكان تسبب المواقف الأخيرة لسيد حسن نصر الله في عرقلة مسار التأليف أما الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر فقد أعلنت أنها تنظر بارتياحا إلى أسئنة في الحوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة طال انتظارها وأكدت بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا أنها تعلق وهمية كبيرة على عودة الرئيس المكلف إلى الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل على قاعدة الشراكة الكاملة بينه وبين رئيس الجمهورية وشددت على أن عليهما كل من موقعه في الدستور أن يتعاون ويتفاهم لتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي وأشرت الهيئة السياسية إلى أن التيار الوطني غير معني بالمشاركة في الحكومة ويرغب في دعمها ولكنه يحتفظ لنفسه بالحق في منح الثقة أو حجبها اعتبر رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاطي وفؤاد السنيورة وتمام سلام أن الممارسة التي يقدم عليها الرئيس ميشيل عون تشير إلى تعد وتشويه لروح ونصف ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ومن هنا أيضا تمسك الرئيس المكلف بالأصص الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة ورفض القبول بأي تجاوز أو افتراء أو تعد وراء الرؤساء ميقاطي والسنيورة وسلام أن تشكيل الحكومة تحظى بثقة كل لبنانيين هي المهمة المركزية التي يجب التمسك بها وهي الباب الواجب ولوجه للعبور من حالة الانهيار الشامل إلى بداية الاستقرار الذي تبدأ الحكومة من خلاله باستعادة الثقة بها وذلك بعيدا عن التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من أي طرف كان وبعيدا عن محاولات الالتفاف على الدستور أو تعديله ولسيما في ظروف كالتي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر لبنان أمام امتحان المرحلة الرابعة والأخيرة من إعادة فتح البلد والتي تبدأ الاثنين المقبل الإصابات ما زال عدادها مرتفعا ولذلك تعلق رهانات كبيرة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والجديد في هذا الشأن اندمام القطاع الخاص اللبناني لجهود استيرادها تقرير محمد فرحاد في ظل استمرار ارتفاع عداد الوفيات والإصابات بكورونا يبقى الأمل معلقا على اللقاحات لمواجهة الانتشار الواسع للوباء وذلك بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة والجديد في هذا الإطار دخول القطاع الخاص على خط استيراد اللقاحات إلى جانب الدولة اللبنانية وتعتبر شركة فارما تريد أول الشركات الخاصة المستوردة للقاح حيث أبرمت إدارتها اتفاقا لاستيراد لقاح سبوتنيك 5 الروسي العقد توقع من مدة ثلاث أسابيع توفقنا مع الوزارة على التفاصيل وأول عقد مععينه لمليون جرعة مليون جرعة كناية عن خمسمائة ألف مواطن مع أنه كل جرعة للمواطن فيه اثنين في أول وحدة وبعد واحدة وعشرين يوم في تاني وحدة آخر خميسة جيب الليل بتوصل بالطيارة الملئيست أول شحنة سميناها شحنة تجربية تم نتشوف الأشياء التكاملية ونتعلم منا بعد منا كل أسبوعين إلى ثلاث أسابيع حيوصل مئة ألف إلى ميتان ألف ميتان ألف ميتان ألف ومتكون إمنا ساعتها المليون جرعة وعن آلية إعطاء هذه اللقاحات والفئة المستهدفة منها يقول صراف فإذا نحن هدفنا الشركات المؤسسات الكتاع الخاص وهون كان التوافق ضمن الهيئات الاقتصادية المؤسسة اللي عم بتعبه عطتنا التفاصيل المطلوبة على المنصة الموظفين رقمه هيكليته بطاقته يعني حتى حيصور عندنا معلومات كتير شفافة لمرحلة أخرى نمتل ساعتها بتوقيع العقد مع هذه المؤسسة عقد له شروط بيحميه وبيحمي المؤسسة بيدفع دوره بشمد العقد بالمسرف اللبناني الاخترمي وتعتبر هذه التجربة الأولى في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في موضوع استيراد اللقاحات نحن كشركة من ضمن المجموعة شركة فارما تريد عملنا أول شغلة عم نشطل على منصة متكاملة مع منصة الوزارة طرحنا كان للمؤسسات الكتاع الخاص هاللي مشكلتهم بالعمر ما بيوصلوا للستين يعني أكترياتهم تحت الستين نحن هنخافز على المؤسسات اللي عم تعمل للدولة للأشخاص الكتاع العام بس نحن نسمي لأننا بدنا بالمقابل نمشي كامل الكتاع خاص بأعداد ألف طالع معنا نهار الجمع بعد استلام البضاء نبلش بأول لقاح وبحسب المعلومات المستقات من معنيين بالشأن الصحي فأن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد ارتفاعا في وطيرة وصول لقاحات فايزر الأمريكية وأسترزينيكا البريطانية وسينوفارم الصينية ليكون التعويل كل التعويل على إقبال المواطنين للتسجيل وتلقي اللقاح المطاعم تفتح بوابها الاثنين فهل دولار المطاعم سيكون شبيها بدولار الأزمات الخانقة؟ التفاصيل في قضية اليوم مع إيماني شوي مرحبا لبنان على موعد مع مرحلة جديدة رابعة من تخفيف القيود يلي فرضتها جائحة كورونا وهي بتضمن فتح المطاعم ضمن شروط صارمة حددتها ووزارة السياحة أهم ترك مسافة متران بين الطاولات وقدرة استعابية 50% للمطاعم المغلقة و75% للمطاعم المفتوحة إلا أن الخوف اليوم ما بقى صحة فقط بل اقتصادي أيضا أي أن هستيريا الدولار يلي شهدتها الأسبوع المنصرمة دفعت بعدد كبير من المطاعم أما للإقفال أو التريث ريثما ترسى البورصة السياسية ومع الاقتصادية على بر ويقدر من خلال أصحاب المطاعم وضع ألية أسعار بتناسب من جهة وبتناسب الزباين من جهة تانية للإضاءة على هالموضوع بينضم لألنا نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي خالد نزهة إذن أستاذ خالد أي تعديلات في الأسعار ولوائح الأطعمة ستطرأ نتيجة التقلبات المستمرة بسعر صرف الدولار أعطيك العافية لح بيكون في صعوبات كتير أمام القطاع الرجع يفتح خاصة أنه هلأ الفتح لح يكون لها ساعة سبعة فاللبناني ما عنا السوح نحن عنا اللبناني الموجود المقيم هون اللي هو ما با عنده مصاري ما با عنده احتيار القيمي طبعه الشرائي بدنت جدا جدا غلط دولار صار 14 وصل ل 15 ألف بسوء السوداء والتجار بدون ياخدوا نقدي على باب المؤسسي وبظل كلها والعوامل الكبير عوامل سلبي بأثرة على هذا القطاع ففي صعوب يرجع يفتح هذا لساعة سبعة وخاصة أنه لح يكون كل فيه إضافية لح تكون لأنه لحتى الموظفين يعني كلهم تشغليهم بهالدوام هيدا وما حتى نبدو يظهر الظهر عن المطاعم هذا نسبة ارتفاع الأسعار قطاع المطعمة هو أكبر قطاع متضرر أسعار الأسعار اللي وضع البلد نحن شو بدنا نسعر الزبون شو ما سعر تيه لاحي يعتبر أنه سعر كتير غالي عليه طيب أستاذ خالد في ظل ما ذكرت في ظل ما ذكرت وفي ظل الوضع المعيشي الخانق ما هي نسبة الإقبال المتوقعة نسبة ضئيلة جدا 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 تقريبا خاصة أنه قطاع السهر اللي هو قطاع أساسي باللبنان يعني ما حيفتح الله خاصة للساعة سبعة يعني ستي لازم يضبط بالموظفين أوكي فمعناتها ما فيه وطبعا فيه منع تجول بالليل غير ما يرجع يفتح القطاع ما بيمشي للحال شكرا لك ونحن نشوف كي بدو يمشي وبدنا نشوف كل تسعير أعطيكي بس جواب بدنا نشوف شو التسعير شو الأسعار الدولار وين بدأ تصير يعني مش كل يوم بزيد ألف ليرة وفقد نقعد نحن بوصة عمنا نسعير ففي عنا وضع مزري جدا يستحسن يعني قبل كل شيء يشتغلوا على تشكيل حكومي بس طبعا السياحة بدأ اصدرار أمني وسياسي ومالي ونقضي واجتماعي بهذا الجو ما فينا نكفي هذا القطاع اللي بيشغل أكثر من 160 ألف شخص إذن نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي خالد نزهة شكرا لك المطاعم رح تفتح أبواب التنين بعد إقفال قسرة دام لأكثر من شهرين وقبل الوقت يلي في ناس ما عنده كسرة خبزة إيط حالة هل رح يكون في زباين ترتاد المطاعم؟ عود للنشرة إشكالات على السلع المدعومة في السوبرماركات مشهد يتكرر كل يوم ليصف سوء الحال التي وصلت إليها البلاد التفاصيل في هذا التقرير لم يعد مشهد العراكي والاشتباك بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية من جهة أو بين المواطنين ومواطنين آخرين من جهة أخرى لم يعد مشهدا مثيرا للاستغراب أو للتعجب حيث بات يتكرر في مختلف المناطق اللبنانية وبشكل شبه يومي والسبب البحث عن السلع المدعومة في شتورة وقع إشكال داخل سوبرماركت بين عدد من النساء في محاولة للحصول على بواد غذائية مدعومة لا تحوي الرفوف سوى قلة منها وإلى عين الرمانة شتائم وتدافع وعراك بين عدد من الزبائن ومواطفي سوبرماركت فهد تدخلت على إثره القوى الأمنية لفضل الإشكالات التي يبدو أنها ستصبح تقليدا جديدا ووسما لهذه المرحلة السوداء سعر صرف الدولار يحافظ على مستوى ثابت نسبيا بانتظار تطورات سياسية تحركه صعودا أو هبوطا أما المنصة الإلكترونية التي سيطلقها مصر في لبنان لتكون المرجع الأساس للسعر الحقيقي للسوق فقد تفاوت نسبة التعويل عليها منذ اللقاء الأخير الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحرير الخميس الماضي سجل سعر صرف الدولار انخفاضا نسبيا وحافظ على هذا السعر لكن هذا الاستقرار قد لا يؤدي سواء إلى استراحة محاربا إلا إذا تحقق أمران الأول خروج الدخان الأبيض من اللقاء المرتقب اليوم الاثنين بين العون والحريري والثاني نجح عمل منصة الإلكترونية العائدة لمصر في لبنان والتي يفترض إطلاقها الأسبوع المقبل لتصبح المرجع الأساس للسعر الحقيقي للسوق وقد رحب مصرفيون بقرار البنك المركزي ورأوا أنه يعزز فعالية السوق كذلك رحبت به نقابة الصرفين لكن مصادر أخرى رأت أن إجراء مصرف لبنان ما زال غامضا بعد الشيء لجهة الآلية التي سيتم اتباعها في المصارف التي بدورها لن تتبلغ دارتها رسميا بتفاصيل هذا القرار ورأت أن تحويل السوق السوداء إلى سوق للصرافة الشرعية تحت رقابة مصرف لبنان لن يؤدي إلى اللجم ارتفاع الدولار لكنه يؤدي إلى وضع أفضل ويقضي قرار مصرف لبنان بالسماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرفين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسارة الحقيقية على المنصة على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل وسيف يتدخر مصرف لبنان لامتصاص الصيولة كلما دعت الحاجة اعتصام للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية تابعت جمعية أهل الطلاب اللبنانيين في الخارج تحركاتها للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي وذلك من أجل استكمال المستحقات التي تتوجب على الطلاب اللبنانيين وفي الإطار نظمت الجمعية وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في شارع الحمرة نحن هالوقف اليوم هي وقفة تضامنية مع طلابنا اللي وقفين بره بعواصم أوروبا نحن اليوم هيدا التحرك الرمزي متل ما شايفين عملناه تزامنا مع تحرك عاملين الطلاب في عدد من الدول بره يلي هني هم مبدئيا فرنسا وأوكرانيا وبيلاروسيا ودول أخرى نحن هؤلاء للأسف هذه المنظومة هجرت هؤلاء الطلاب وشردتهم كانوا لاطين بجامعاتهم هلأ صاروا لاطين على الطرقات أول شي بوجه معايدي لكل أم لكل ولي أمر ولكل أم بهذه المجموعة اللي عنا أولياء الطلاب بالخارج وبيقول لهم أنا بعرف قداش أنتم عمت عانوا بالنسبة أن ولدكن بعد عنكن كما دعت جمعية أهالي طلاب اللبنانيين في الخارج إلى تجمع في شتورة وفي عامة المحافظات يوم الاثنين المقبل للضغط على معرقلية تنفيذ القانون إلى ذلك نفذت وقفات احتجاجية في بلدان ومدن مختلفة من العالم ومنها مدينة مارسيليا الفرنسية وذلك تضامنا مع الطلاب اللبنانيين في الخارج والمطالبة بالسماح لذويهم في لبنان بتطبيق قانون الطالب الذي أقره وتمتع وتمنع عن تنفيذه وشارك في الوقفات التضامنية عدد من الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج مطالبين بتطبيق القانون فاصل نتابع بعده نشرة الأخبار أهلا بكم من جديد رئيس الجمهورية ميشيل عون حيا في اليوم العالمي للفرنكوفونية الذي يصادف اليوم الناطقين كليا أو جزئيا باللغة الفرنسية في ربنان والعالم الملتزمين بالقيم الأساسية العالمية التي حملتها هذه اللغة وأهمها احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتعدد اللغوي والثقافي والحوار الجامع وأكد عون التزام لبنان بالمحافظة على الفرنكوفونية والعمل ضمن مؤسساتها مؤتبرا زيارة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للفرنكوفونية السيدة لويز وابو إلى لبنان يوم الثلاثاء المقبل الدليل على هذا الالتزام وعلى العلاقة التاريخية المميزة بين لبنان ومجموعة الدول الفرنكوفونية عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصلا اعتبر أن اللبنانيين يتطلعون إلى يوم الاثنين على أمل كبير أن يكون رئيسا الجمهورية والحكومة المكلف على مستوى المسؤولية بحيث أن لا يخرجان من اجتماعهما المزمع إلا بحكومة عتيدة وخلال استقباله وفودا وفعليات في صحمر شدد النائب نصلا على أن الحكومة هي الجهة والهيئة المعنية بوضع رؤية اقتصادية وبرنامج اجتماعي يساعد على الخروج من الأزمات نحن منطلع إلى العالم ليساعدنا على حل مشاكلنا بعد ما نحن نشكل حكومة وليس لأن يساعدنا على تشكيل حكومة لأن هذه مهمتنا نحن لازم نقوم فيها كالبنانيين بأن نشكل حكومة بدون تشكيل حكومة ما في دخول إلى معالجة الأزمات لأن الحكومة هي الجهة والهيئة المعنية والمسؤولة عن وضع رؤية اقتصادية وبرنامج اقتصادي اجتماعي يخذنا على الخروج من هذه الأزمات فنتأمن كثيرا أن يكون يوم الاثنين يوم تشكيل الحكومة وإلا في ساعة اذن نحن ذاهبون في مدى أوسع من المنزلق في ترابلس وقع إشكال عندما حاولت دورية لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي القاء القابض على المطلوب في باب التباني ووقع خلال الملاحقة اشتباك بين الدورية والشخص المطلوب الذي أطلق النار وألقى كومبولتين باتجاه العناصر الأمنية ما أدى إلى احتراك عدد من السيارة غدا عيد الأم هي مواطن الدفع والحب ينحل العالم لأجلها تقديرا لما قدمته في سبيل أبنائها الأم مدرسة إذا عادتها عادت شعبا طيب الأعراق وهذا البيت الشعري الشهير يدل على مكانة الأم في المجتمع وأهميتها في تنشأة أبنائها ولذلك بعيدها اليوم سنلقي الضوء على عدد من الأمهات أحمل إلى حبز أمي وطهوتي أمي ولمسة أمي أحمل إلى حبز أمي وطهوتي أمي ولمسة أمي وتكبر فيه أبيلال اليوم كيف عم تحتفل بعيد الأم؟ وشو بتخبريني عن حالك؟ أنا والله ستة الحمد لله ضميري مرتاح ربات ولادي كلان يعني بتعب عرق شبينة بأيدان بمشاقة يعني كم ولد عندك؟ عندي ثمان يا لأ الله ست بنات وشبين هاولي ولادي صور هاين مجاوزين برأيك اليوم الأم قديش بتضحي كرمي لولادها؟ بتضحي كتير الأم ياما أيام ما تأخذيني يجيب الإنسان عقدة أعمل حالي أني أنا أكلت بس المهمة أولادي يوكل ويكونوا مبسوطين يعني أوقات بتجي عليك أيام ما بيقديك الأكل؟ لا أفضل إنه أولادي يكونوا مبسوطين ويوكلة ضعيني إذا ما راجعت أقوداً بيت النور نارك يا أمي الله ينعد عليك وعا كل الأم وما يحرم حدا أمه بأنه الأم غالي مالله أمي أنا يعني هادي أمي أنا بس إجي شوفها بتدليني رضا بتدعي لي قضي بتسوى هي محلة من كل شيء لأنه اللي ما إله أم يبحث ويت طم بطي ناري ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينا وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة أنا بهذا اللحظة بهذا النهار كنت أكون موجودة مع أمي عم بعيدها، موجودة مع أولادة للأسف أنه أنا كل هكتفي فيه أن أعيد ماما عالتاليفون لأنه أنا عم بعمل كونتاك مباشر مع موردة الكوفيد أكيد ما فيني روح عارضهم حياتهم للخطر وخاصة هني منهم بعمر صغير فبس بحب إلهم إلا لو ماما بها اللحظ كهن أنا شو عم تبقى أنا شو عم تبقى لأنه هتاني السنة ما بكون حدها قلت الحبيبة بهذا النهار كنت أنا موجودة مع أمي عم بعيدة لأنه وبعد السنة الجايسة هشوفها قلت لا أنا للأسف أولادي لما بيمردوا أنا ما بكون حدهم هذا الشيء كتير بضيقني أنا ابني لما بيعتز بده يحكيني شيء إنه يا ماما أنا عندي مشكلة أنا عم بقدر تسمع له إياها هذا الشيء كتير بيأثر على الضغط النفس اللي أنا عم بعيش فيه كتير مخنوقة لأنه عن جد هذا الكوفيد بعدني عن عائلتي كلنا بعدني عن كل العالم يعني أنا الوضع الاجتماعي اللي إلنا برا ما فيه أنا اللي يجي من فوق السنتين ما حدا بيجي لعندي ماما دعي لنا دعي لك على طول أنه أنا كتير كتير بحبك كنت حبي بهذا نهار ماما كون حدك به هالمناسبة هاي بس ماما بتعرفي ضمن حكم شغلة فيه حدا أولى إنه كون معك بهك وقت فيه مريض بيحاجلة إليه وإن شاء الله بنعاد عليك بالصحة والعافية وإن شاء الله سنت جاي يا ماما بنكون كل إتنا مجتمعين حدك ونحتفل بهذا الموت نظمت مسيرة نسائية لمناسبة عيد الأم من ساحة بشار الخوري في اتجاه مرفأ بيروت كما نظمت مسيرة أخرى من منطقة ذوق مصبح كسروان وتظاهر نسائية سيارة باتجاه بيروت تحت عنوان إذا الأمهات فقدنا الأمل على الوطن السلام احتجاجا على الأوضاع المستجدة اقتصاديا ومعيشيا وصحيا واجتماعيا إضافة إلى هجرة الشباب المستمرة من لبنان ورفعت المشاركات لافتات تندد بالأوضاع المأساوية التي وصلت إليها البلاد وتلك المسؤولين في إيجاد حلول لهذا الانهيار العام وتزامنا نظمت مسيرة نسائية في ترابلس انطلقت من أمام سنترال الميناء باتجاه ساحة عبد الحميد كرامي لمناسبة عيد الأم ورفضا لما آلت إليه الظروف والأوضاع المعيشية والاقتصادية فاصل نواصل بعده نشرة الأخبار أهلا بكم الجديد في سوريا استشد عدد من المدنيين وأصيب أخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي أسفر أيضا عن مقتل وإصابة عناصر ميليشيات مدعومة من تركيا وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع كرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب أدى إلى وقوع دمار كبير في المباني المجاورة واحتراق عدد من السيارات على صعيد آخر وصل وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إلى سلطنة عمان في زيارة هي الأولى له إلى بلد عربي وخالجي بعد تسلمه منصبه خلفا للوزير الراحل وليد المعلم زيارة المقداد والوفد المرافق له إلى مسقط تستغرق عدة أيام لبحث العلاقات مع المسؤولين العمانيين والوضع في المنطقة وتأتي الزيارة بعيدة إدراج المقداد على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من السياسيين والعسكريين السوريين أهل حي الشيخ الجراح في القدس المحتلة مهددون بالطرد من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعيات إسرائيلية واحتجاجات حملات على التواصل الاجتماعي لإسماع الصوت في مطالبة 12 نائبا أمريكيا إدارة بايدن بمعارضة الاستطان وهدم منازل الفلسطينيين يعني ما يحصل في الشيخ الجراح هو جدد ما يحصل في القدس من تهويد وسرقة البيوت والاستلاء عليها من قبل سواب المستوطنين هذه السرقة التي تتم في النهار في وضح النهار وأمام كل العالم هذا النهر الذي يتطلع وقفة وطنية ووحدة وطنية من كل الشعب الفلسطيني وخاصة من قيادة الشعب الفلسطيني الذي يجب أن تقف في هذه الأيام مع القدس ومع الشيخ الجراح مع هذا التهويد الذي يحصل مع هذه السرقة السرقة التي تقوم تحت غفاء رجال الشرطة الذين يقوم بحماية المستوطنين الذين يحقون بيوت الناس الآمنين باللحم الحي يدافع أهالي حي الشيخ الجراح في القدس المحتلة لإنقاذ منتلكاتهم من طمع قطعان المستوطنين الذين يستولون بمساندة كوات الاحتلال على منازل المقدسيين الذين يأبون ترك أرضهم نحو 500 فلسطيني يقومون 28 منزلا ويتسلحون بوثائق أصلية تثبت حقهم في الأرض مهددون بالتهجير بعد إصدار محكمة العدو قرارات بإخلاء منازلهم لمصلحة المستوطنين وجمعيات إسرائيلية استولت زورا وبالخديعة على 18 دنما المحكمة رفضت طلبات الاستنافر الفلسطينية بذريعة وجود وثائق بحوزة الجمعيات الاستيطانية تثبت أن تسجيل الأرض يعود إليها وأمهلت الفلسطينيين حتى الثاني من أيار المقبل للرحيل وباتفاقية ما بين الوكالة والمستأجريين والأردن هذا اللي بيتملكهم وإذا رمونا من بيوتنا بدنا نرتمي بالأرض ففيش محل نروح عليه وين نروح وبعدنا إحنا منقدرش نغادر القدس إحنا أهل القدس وسكان القدس وزينا زي حجار القدس هون خلقنا هم أصحاب الأرض لكن التضح بالنسبة لنا والمحامي أنه رفع على تركيا وقدروا يجيبوا بطائق كشفة من هذه الأرض هي حال المقدسيين الذين يرفعون الصوت عبر الاحتجاجات والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي أن أنقذوا حي الشيخ جراح عسى أن طلق سلخطهم استجابة دولية استجابة ترجمتها رسالة بعث بها 12 من عضاء مجلس النواب الأمريكي إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يطالبون فيها إدارة بايدن بالالتزام بسياسة خارجية تضعم حقوق الإنسان وكرمة الشعب الفلسطيني وألغاء خطة الرئيس السابق دولالد ترامب المعروفة باسم صفقة القرن وأكدت الرسالة على ضرورة معارضة بايدن لجميع أشكال الهدم والضم الإسرائيلي للأراضي والممتلكات المحتلة معتبرة أن الاستعمار الإسطاني بأي شكل بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي ولن يتم التسامح معه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سلاح الجو المسير مجددا موقعا عسكريا في مطار أبهى دولي السعودي بطائرة قاصف توكي وأكد أن الإصابة كانت دقيقة لافتا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن إلى ذلك انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الدعوات الدولية لحكومة صنعاء إلى وقف المعارك في مأرب والسهداف السعودية وكتب الحوثي عبر تويتر دول العدوان وحلفاؤها تحاصر شعبنا اليمني وتعتدي وتهاجم وتغزو وتحتل بعض وطننا وتطالبنا بالتوقف وأضاف أوقف عدوانكم وفكوا حصاركم وستتوقف المجاعة وتنتهي المأساة ونؤكد لكم بما قال الشهيد القائد حين دعاه النظام السابق لوقف الحرب إذ قال لسنا من نشن الحرب اسحبوا جنودكم وستتوقف الحرب أكد مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامناء فشل العقوبات على إيران مشيرا إلى أن الأمريكيين والأوروبيين أقروا أن الضغوط بالحد الأقصى قد لاقت الهزيمة قد لاقت الهزيمة وفي كلمة بمناسبة العام الجديد الذي أطلق عليه شعار الانتاج والدعم وإزالة العقوبات أوضح السيد الخامنائي أن هذا العام حساس ومهم بسبب الانتخابات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في أوضاع البلاد وأحداثها ومستقبلها أظهر الشعب الإيراني قدرته على مواجهة الضغط من العدو بالحد الأقصى كان أعداء نيانون وفي مقدمتهم أمريكا أن يجثو الشعب الإيراني على ركبتيه بهذا الضغط واليوم هم أنفسهم يقولون ورفاقهم الأوروبيون بصراحة أن الضغط بالحد الأقصى قد أخفق نحن كنا نعلم أنه سيخفق ونحن عازمون على هزم العدو في هذا الصدد هذا العام عام حساس ومهم بسبب الانتخابات التي ستجري في بدايته أمامنا انتخابات مهمة ويمكن أن يكون لها تأثير كبير في أوضاع البلاد وأحداثها ومستقبلها من جهة أخرى أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن حكومة بلاده لم تتسلم حتى الآن أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال زادة أن الاتفاق النووي هو خريطة طريق واضحة وأن إيران ليست بحاجة لحوار جديد واستلام أو إرسال رسائل خاصة من الإدارة الأمريكية وأوضح أن الضغوط القصوى فشلت لافتاً إلى أن مؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش الاقتصاد الإيراني الصين تؤكد أن مفاوضات ألاسكا مع الولايات المتحدة كانت بناء رغم استمرار الخلافات وتطالب إدارة بايدن بتجنب خلق مشاكل جديدة فيما الخارجية الأمريكية تتحدث عن بعض المجالات يمكن للبلدين العمل بها سوية بين إيران وكوريا الشمالية جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين في مدينة إنكوريج في ألاسكا لبحث الخلافات العميقة بين البلدين الجولة الأولى التي تجاوزت الساعتين المخصصتين للاجتماع سجل فيها تلاس واتهامات متبادلة بين الطرفين بانتهاك البروتوكول حيث أكد الوفد الصيني أن الجانب الأمريكي في تصريحاته الافتتاحية تجاوز الوقت المتفق عليه على نحو خطير وشن بشكل استفزازي هجمات واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد سياسات الصين الداخلية والخارجية من ناحيته انتقد مسؤول أمريكي كبير المسؤول بالحزب الشيوعي الصيني يونغ تشيتشي بانتهاكات البروتوكول ببيان افتتاحي بدلا من خطاب قصير مدته دقيقتان متفق عليه مسبقا رغم ذلك فأن المسؤول الأمريكي وصف الجلسة الأولى بأنها كانت موضوعية وجادة ومباشرة من جانبه توعد جيتشي باتخاذ إجراءات حازمة ضد التدخل الأمريكي داعيا إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة بالنسبة للقدرة على شن هجمات إلكترونية أو بالنسبة للتقنيات التي يمكن نشرها فأن الولايات المتحدة هي بطل في هذا المجاد الولايات المتحدة نفسها لا تمثل الرأي العام الدولي لذلك نأمل أن يفكر الجانب الأمريكي في القيم العالية إذا كان سيشعر بالاطمئنان عند قول هذه الأشياء لأن الولايات المتحدة لا تمثل العالم بل الحكومة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث عن المخاوف العميقة بشأن الإجراءات الصينية في شن جيانج وهونغ كونغ وتايوان فضلا عن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وما أسماه الإكره الاقتصادي للحلفاء سنبحث أيضا قلقنا العميق من أفعال الصين بما في ذلك شن جيانج هونغ كونغ تايوان والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والممارسات الاقتصادية الإجبارية تجاه حلفائنا وكل هذه الأفعال تهدد نظام القواعد الدولية لتحفظ الاستقرار العالمي بدوره أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفانان أن الولايات المتحدة لتسعى إلى الصراع لكنها ترحب بالمنافسة وسوف تدافع دائما عن مبادئها وشعبها وأصدقائها في آيسلند أعلن مكتب الأرصاد الجوية أن بوركان فاقرد ثار في شبه جزيرة الكنايس بجنوب غرب البلاد في عقاب ألاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة في اليابان أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع شمال شرق البلاد وتم الإنذار عن احتمال حدوث أمواجد صنامي وأشارت لأن مركز الزلازل كان يقع على عمق 60 كم تحت الماء وأن سكان العاصمة توكيو شعروا بالهزات الأرضية مضيفة للأفتفاع أمواجد صنامي المتوقعة في مقاطعة مياجي قد تصل إلى متر واحد في الختام تذكير بالعنويد بيهان على اللقاء الثامن عشر بين عون والحريري الأثنين وجمبلات من بعبدة مبدأ التسوية لا أتوسط لأحد ولا مطلب درزي لدي الأرقام لم تعود مهمة هذا رأي هذا رأي لأن المشاكل البلاد فوق بعض الأرقام التي من هنا أو هناك يتمسك البعض منها تسفي إما تسفي على 18 أو تسفي على غير 18 نعم لبنان أمام امتحان المرحلة الرابعة من إعادة فتح البلد والمطاعن في السعد فتح لحي كل ساعة طبعها اللبناني ما عنا السوية ما عنا اللبناني الموجود المقيم هون اللي هو ما باع عنده مصاري ما باع عنده احتياط القيمي طبعه الشرائيه بنت جدا جدا والقطاع الخاص ينضم لجهود استراد اللقاحة العقد توقع من مدة ثلاث أشابيع توفقنا مع الوزارة على التفاصيل وأول عقد معينه لمليون جرعة 500 فلسطيني واجهون نكبة جديدة في حي الشيخ الجراح المقدسي وزير الخارجية السوري في عمان نعتذر عن هذا الخطأ شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء